في وقت تعددت فيه لقاءات الفرقاء الليبيين بحثا عن حل سياسي سلمي للأزمة القائمة طفى إلى سطح الأحداث وجود داعش وانتشارها في ليبيا على حساب رفاقها نحاول في لقائنا اليوم مع رئيس الوزراء الليبي عبدالله ثني سبر غور فرص السلام في ليبيا وقدرة الحل السلمي على منع التغفاقم خطر داعش والوصول إلى الحل المنشود ينضم إلينا من مدينة البيضاء رئيس الوزراء الليبي السيد عبدالله ثني وأذكركم مشاهدين أن بإمكانكم أيضا المشاركة معنا في الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على صفحتين على موقعي تويتر وفيسبوك دولة الرئيس مساء الخير مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار ونعتذر على التأخير بسبب بعض الخلل الفني دعني أبدأ معك بالوضع في ليبيا على المستوى السياسي على المستوى السياسي على المستوى العسكري طبعا على المستوى الأمني هناك تدهور واضح هناك تزايد لنفوذ داعش في عدد من المناطق سيطرة كاملة على سرط وعلى القاعدة الجوية بجانبها هناك اشتباكات في درنا بين داعش وبين فصائل متنافسة على المستوى السياسي عدنا إلى المربع الأول على ما يبدو بحسب محادثات الصخيرات ومحادثات برلين طبعا الوضع الاقتصادي يحدث ولا حرج البعض يقول الوضع في ليبيا سيء جدا ويستدعي إجراءات جذرية ليس أقلها ربما استقالة الحكومة ما رأيك سيد عبد الله من أي ناحية تقصد سيد مهند؟ من كل النواحي سياسيا أمنيا عسكريا اقتصاديا الوضع سيء جدا في البلاد ولا بد أن يتحمل الجهاز التنفيذي على الأقل جزء كبير من هذه المسؤولية استقالة الحكومة لا تنهي الإشكالية على الإتقال استقالة الحكومة إذا كانت هي حلها مشكلة شعب الليبي بإمكان هذه الحكومة أن تقدم استقالتها اليوم قبل الغد المشاكل التي تعانيها الدولة الليبية هي قضية الانقسامات وقضية عدم وقوف المجتمع الدولي حيال ما يحدث في ليبيا بكل جدية وبكل حزم أنتم تعلمون أن الشعب الليبي الآن يقاتل في عدة جبهات مختلفة أكثر من عام ونيف نحن نقاتل المجموعات المتطرفة ودخل علينا الآن ما يسمى بداعش والعالم يقف صفا واحدا لمحاربة داعش في العراق وفي دول المشرق العربي ويقف مكتوف الأيدي ومتفرج على الشعب الليبي ماذا تستطيع أن تعمل الحكومة أو الجيش الليبي إذا كان مفروض على حصار عدم تسليح الجيش الليبي عدم وصول الإمدادات بينما هذه المجموعات تتحصل على الدخائر والإمدادات من كل فجر عميق لماذا يمتنع المجتمع الدولي برأيك دولة الرئيس عن مساعدة ليبيا في مكافحة هذا التنظيم بينما يعني يقوم بضربات جوية بغارات بعمليات عسكرية في مراتق أخرى سواء في سوريا في العراق أو ربما في مراتق أخرى والله هو هذا السؤال يجب أن يوجه للمجتمع الدولي وللمجتمع الدولي الذي يعترف بأن هناك حكومة برلمان معترف به وهناك حكومة منبثقة عنه بينما في الجانب الآخر لا يقوم بدورة وعلى الأقل السماح لهذه الحكومة المعترف بها والجيش الجيبي والأجهزة الأمنية بالقيام بوجباتها في الدفاع عن مقدرات هذا الشعب والتحدي والوقوف صفا واحدا لمحاربة الإرهاب الذي ينتشر يوما بعد يوم في ربوع ليبيا وأنتم تعلمون أن سرط سقطت بالكامل في أيديهم وقد يتمددوا ناحية الجنوب وناحية الشرق وأيضا قد يصلوا إلى منابع النفط الهلال النفط إذا لم يكن هناك جدية ووقفة حازمة من قبل المجتمع الدولي والسماح للدولة الليبية بالتسليح ستكون الكارثة أكبر وقد يصل المجتمع الدولي في وقت يكون فيه وصوله لا يعني شيء ألا يشكل هذا الوضع سيد الثني هذا التهديد الذي يشكله داعش وتمدد داعش على الأراضي الليبية ألا يشكل هذا حافزا كافيا للأطراف الليبية للجلوس والتوصل إلى اتفاق على الأقل على القواسم المشتركة الدنيا فيما يتعلق بالحل السياسي الآن رجعنا إلى المربع الأول المسود الرابع التي طرحتها الأمم المتحدة يبدو أن الجماعة في طرابلس وافقوا عليها أو على الأقل هكذا تقول الأخبار والجماعة في طبرق ما زالوا متخبطين منقسمين حول هذه المسألة ألا يشكل تهديد داعش حافز لهؤلاء لكي يقولوا كفى ويجب أن نصل إلى حل سياسي لهذه المشكلة التي تواجهنا صحيح كلامك أولا لا يجب أن يتم التسوية ما بينما البرلمان الشرعي والبرلمان المنتهي ولاية على الإطلاق العالم يعترف بأن الجسم الشرعي الوحيد هو برلمان المنتخب من قبل الشعب الليبي بينما المؤتمر الوطني المنتهي ولاية هو جسم مختصب للسلطة بقوة السلاح فلا يجب أن تسوى هذه المجموعات المسود السيد بردندي ليون في البداية كان يتشاور مع كل الأطراف الجالسة على مائدة الحوار وبداية بغدامس وانتهاب الصخيرات الجلسات الأولى كانت هي عبارة عن مخاض ما تم من قبل المجموعات المتحاورة بينما يفاجأنا بمسودة رابعة ليس لها أي أساس ويظهر من خلال مؤتمر صاحفي ويملي إرادته وهذا زي ما ذكرت حضرتك هو عودة إلى المربع الأول إذا كنا نريد أن نخضع لإرادة المؤتمر الوطني المنتهي ولاية لماذا هذه الدماء التي تسقطوا هذه التضحيات وهذا طبعا أسلوب غريب جدا يعني خلق جسم تشريعي آخر يوازي الجسم التشريعي المعترف بدوليا ويسمى مجلس رئاسة وتعطى صلاحيات ويكون أعضاء حوالي 90 من المؤتمر الموطني المنتهي ولاية و30 من باقي المكونات الشعب الليبي وهذا شيء لا يقبل على الإطلاق وهذا زي ما ذكرت حضرتك هو عودة إلى المربع الأول وهذا شيء مرفوض من الشعب الليبي قاطمة نعم ولكن سيد عبد الله كما فهمنا هناك انقسام ليس هناك رأي واحد في البرلمان اليوم حول المسودة الرابعة كما فهمنا هناك انقسام واضح البعض يؤيد هذه المسودة البعض الآخر يريد إدخال تعديلات عليها وربما الطرف ثالث يرفضها بشكل كامل هل الجميع يتحدث بلهجة واحدة فيما تعلق بهذه المسودة أم ماذا تحديدا الكل يرى أن هذه المسودة الرابعة لم تصل إلى مستوى طموحات الشعب الليبي على الإطلاق ولكن زي ما تكرت حضرتك البعض يرى هناك تعديل والبعض يرفضها قاطبة ولكن شكلت لجنة من 19 عضو هم أوكلت إليهم هذه المهمة وسيخرج بمخرج بعد أيام يتم عرضة على مجلس النواب لكي يتم التصويت عليه والقرار يظهر بالتصويت وليس بالغالبية يعني العظمى من خلال التصويت على رأي مجلس النواب ولكن يبدو أن بعض أعضاء البرلمان سيد اثني الدكتور أبو بكر بعيرة على سبيل المثال وهو عضو وفد مجلس النواب إلى حوار المغرب وشارك في حوار المغرب وأعتقد فيه في ألمانيا كذلك يقول بالحرف الواحد إننا كبرلمان لسنا اللاعب الوحيد على الساحة السياسية الليبية ولابد في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن من القيام ببعض الإصلاحات والتنازلات الجزئية إنقاذا للناس مما هم فيه يعني يقول كل يوم نتأخر فيه في الحوار السياسي ونتأخر عن حل هذه الأزمة يدفع بالبلاد أكثر في أكثر إلى دهاليز المجهول ليس هذا كلاما منطقيا في ظل ما تشهد البلاد اليوم نتفق اتفاق كل مع كلام الدكتور بعيرة ولكن لا يعني ذلك هو الاستسلام لرغبات المؤتمر الوطني المنتهي ولايته هذه نوع من المغالبة كون أن يكون تنازل من كل الأطراف هذا شيء مطلوب كون أن يكون تنازل من المؤتمر الوطني المنتهي ولايته وتنازل أيضا من أعضاء البرلمان للوصول إلى نقطة التوافق هذا شيء مطلوب ولكن كون تصبح الغالبة لهم ويتم فرضهم على الشعب الليبي الإخوان المسلمين وهيمنتهم بشكل مطلق هذا شيء مرفوض والشعب الليبي لا يمكن أن يقبل بما يسير فيها المجتمع الدولي ولا يستطيع المجتمع الدولي أن يفرض إرادته على شعب يرفض تيار معين كون يشاركوا في الحكم هذا شيء مرحب به ولكن كون يكونوا هما السادة والباقي ينقذ تحت إرادتهم هذا شيء مرفوض كيف في هذه المسودة الرابعة كيف يكون المؤتمر الوطني هم السادة المسودة الرابعة بحسب ما ورد فيها هناك مجلس الأعلى للدولة هذا المجلس أعلى للدولة لما يكون هناك مجلس أعلى للدولة والقرارات تكون متاعها هي قرارات ملزمة وتكون الغلبة لتسعين من مئة وعشرين ماذا يعني ذلك؟ وهل يعقل أن يتم تشكيل جسم تشريعي موازي للبرلمان المعترف به دوليا؟ هذا شيء مناقض للواقع لا يجب أن يكون إذا كان هناك تمييز أو هناك مصداقية فليكون الأعضاء بالتساوي فليكون ستين ستين على سبيل المثال أو ستين ثلاثين من المؤتمر الوطني المنتهي ولايته وثلاثين من مجلس النواب والستين المجموعة الأخرى تكون من عامة الشعب وتم انتخاب هناك هناك في هذه الحالة تكون نوع من التوازن ونوع من التوزيع العادل ونوع من إدخال الجميع في توزيع وتحمل المسؤوليات أما تكون هناك غلبة وتسعين من مئة وعشرين وكلهم من تيار واحد التيار المتطرف والتيار المعروف وتم يعني الشعب الليبي قال كلمته بكل وضوح فيه في السابق فهذا شيء أعتقد مرفوض ولا هناك عاقل يقبل بذلك ولكن البعض ينظر إلى هذه الصيغة دولة الرئيس على أن هذا المجلس الجديد المقترح مجلس الدولة يعني أعطيت غالبية المقاعد فيه للمؤتمر الوطني هناك مجلس نواب معترف فيه ومعروف وموجود في طبرق وهناك اقتراح لحكومة الوفاق التي تضم الطرفين البعض يرى أن هذه هي ربما صيغة صيغة الحد الأدنى للانطلاق في العملية السياسية ما رأيك؟ فيما يخص حكومة الوفاق مرحب بها والحكومة تشكل يتم اختيار رئيس من شخصية معتدلة وشخصية دات كفاءة عالية والنواب كذلك فليكن نائب من المؤتمر الوطني المنتهي ولايته ونائب من البرلمان وبعد ذلك يتم تشكيل الحكومة ولكن لما يتم اختيار جسم رقابي وله الصلاحية المطلقة بإمكان تجميد الحكومة ويقالتها وسحب الثقة منها لماذا برأيك الأمم المتحدة كما ترونها أعادت المسألة إلى المربع الأول هل الأمم المتحدة والسيد اليون منحاز لطرف دون آخر في الأزمة الليبية اليوم والله لا أستطيع أن أقول أن سيد اليون منحاز سيد اليون هو شخص ولكن بعض الدول أستطيع أن أقول بعض الدول الغربية لديها وجهة نظر ولديها رؤية في إعادة والصنع وفرض التيار المتطرف على الشعب الليبي دول مثل من تحديدا؟ التداخلات الجميع يعلم هذه الدول وهذا ليس خافي على أحد وخاصة بريطانيا على أكثر من مرة تصوت لهذا الشيء ومجموعة ضمت إلى الولايات المتحدة حوالي سبعة أو ثمانية دول أوروبية هذا شيء واضح لدى الجميع العلم به هذه دول تدعم برأيك التيار الإسلامي المتطرف؟ تدعم أو لديها مصلحة في هذا الشأن ولها رغبة في عودة كون يشاركوا ونحن الشعب الليبي لا يرفض مشاركة الإخوان أو أي تيار له وجود على الأرض داخل الدولة الليبية مشاركة في الحياة السياسية أما فرض الهيمنة وفرض الوصاية لماذا هذه التضحيات لكي يعيش الشعب الليبي بكرامة وبحرية ولكي يكون هناك تداول السلمي على السلطة ويرتضي الجميع بما تصل إليه نتائج الانتخابات إذا لم تكن هذه الصيغة هذه المسودة الرابعة مقبولة بالنسبة للبرلمان في طبرق وبالنسبة للحكومة ما هي الصيغة التي ترونها معقولة للانطلاق في هذه العملية؟ يعني مسألة مجلس الدولة غير راضين عنها طيب ما هي الصيغة التي تقترحونها للانطلاق في هذه العملية؟ هو ليس مجلس الدولة في حد ذاتها مرفوض ولكن تشكيلة مجلس الدولة يعني لما تعمل مجلس الدولة وفيه تسعين شخص من تيار واحد وهؤلاء الناس منتهي ولايتهم الشعب الليبي قال كلمت بكل وضوح يعني نشجع يوما ما المجموعة الآن التي تسيطر في اليمن المجموعة التي انقلبت على الشرعية توصل إلى السلطة وتفرض إرادتها لماذا المجتمع الدولي الآن يقاوم مجموعة علي عبدالله صالح والمجموعة المتحالفة معه الحوتين على أن هذا جسم غير شرعي ما يحدث في اليمن هو صورة طبق الأصل ما يحدث في ليبيا لماذا المجتمع الدولي يقف بحزم ضد هؤلاء ولا يقف بحزم ضد من يسمونه بفجر ليبيا أو بما يسمونه بالمؤتمر الوطني المنتهي ولايتها هو نفس الشيء مجموعة انتهت ولايتها وأرادوا أن يتمسكوا بالسلطة وحرقوا البلاد ودمروا كل المكتسبات والآن يريدون العودة يعني كأن شخص يتم إخراجه من الباب ويعود من الشباك بطريقة من مقاة ولكن قبلتم بالتحاور معهم سيد الثني أنتم قبلتم بالتحاور مع هذا الطرف المصلحة الوطنية العليا تقضي أننا نتحاور معهم لأن البلاد الآن في مهب الريح ولذلك الجلوس معهم ليس معنا ذلك الاستسلام لهم الجلوس لا يعني الخضوع والاستلام لهم صحيح ولكن البعض يقول هناك تنازلات لابد من الطرفين أن يقبلا بها حتى تمضي البلاد على الأقل في الخطوة الأولى على طريق حل هذه الأزمة التي البعض يقول إذا لم تحل في القريب العاجل ربما تكون النتائج وخيمة أكثر مما هي وخيمة الآن هو إذا كان نشرع لكل من يقتصب السلطة بقوة السلاح يتم دعم والرضوخ لسياسة الأمر واقع فأنا أريد أن أؤكد لماذا الآن المجتمع الدولي يقف بكل حزم في اتجاه ما يحدث في اليمن هو اختصاب للسلطة وما يحدث في ليبيا هو نفس الشيء ولكن إذا أردنا أن نتحاور معهم فنجلس معهم ويكون التنازلات من كل الطرفين يعني لماذا الجسم الذي اختصب السلطة وانتهك الحرومات وحرق البيوت ودمر المطارات يصبح هو الذي يريد أن يحكم ليبيا هذا شيء مرفوض قلبا وقالبا والشعب الليبي لا يمكن أما يكونوا شركاء في الوطن فمرحب بهم ويكونوا مشاركين في العملية وإذا الصندوق أتى بهم فليكن ذلك لكن فرضهم بالقوة هذا شيء مرفوض هل القرار حل الأزمة في ليبيا اليوم داخل ليبيا أم خارج ليبيا دولة الرئيس القرار يجب أن يكون ليبي ليبي صح لا يجب واقعيا هل القرار بإيد دول خارجية أم لا دول خارجية قد تكون بكل تأكيد هي طرف ونحن لا نعيش في غابة لوحدنا نحن نعيش وفق المجتمع الدولي نتأثر سلبا وإجابا وعلينا أن نكون شركاء مع المجتمع الدولي ولكن الحوار إذا ترك للليبيين وكانت هناك مساعدة في الوصول إلى حل كما هو الحادث يحدث الآن في المنطقة الغربية الحمد لله هناك مصالحات كثيرة وهناك عدة أشياء تم حلها في الجميل في الرقدالين في الجبل مصالحات كثيرة حدثت مع أخوتنا في الزنتان مع أخوتنا في مصراتة فهذه بداية لحل الأزمة بشكل السلس تبقى مسألة العاصمة وسيتم حلها بإذن الله بالتشاور وبتقديم الحلول الوسط ليرضي عنها الجميع شكرا جزيلا لك السيد عبد الله أثني رئيس الوزراء الليبي كان معنا مباشرة من مدينة البيضاء في ليبيا